لها قضية تقول فيها أنا طالبة من هيث الدراسة منذ خمس سنوات وحصلت على معدل عال وكنت الأولى على التخصص ولكن لم أحصل على الوظيفة حتى الآن مع أن الطالبات اللواتي تخرجن معي وبمعدل أقل واللواتي تخرجن بعدي بثلاث سنوات حصلنا على الوظيفة وكثيرا ما أرى في المنام شيخا يقول لي بأن فيك سحك وأكثر من مرة ويقول إنه عمل فلانة وتستمر على هذا المنوى الفضيلة الشيخ إلى أن تقول ذهبت إلى امرأة وقالت نعم أنت مسحورة وسوف أعمل لك ما يفك الشحر ثم كتبت لي قل أعوذ برب الفلق في ورقة ولما رأتني مترددة قالت أنا لا أعالد بالقرآن ما رأيكم فيما فعلت يجاكم الله خيرا وهل أفعل ما قالته تلك المرأة لأني أخشى أن لا تقبل ثلاثي أربعين يوما أما بالنسبة لفصول العمل الوريه فهذا أمره سهل ما دمك قد بدلت الأسباب لحصول العمل الوريه ولكنه تأخر حصوله فهذا ربما يقول في صالحك لأنك لا تعلمين الخير في ذلك ربما يقول الخير في ترك العمل الوريه الله تعالى يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا كتب عليكم وفتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فما عليك إلا أن تفذل الأسباب فإن حصل المقصود الحمد لله وإن لم يحصل فإنك ترضي لقضاء الله وقدره وربما يكون الخير في ذلك ولا تكرهك أخر العمل والوظيف ما دمك قد بدلت سبب وأما أن أحدا يأتي فيه النوم ويقول أنك مسحورة فلا تصدق في ذلك إنه ربما يقول هذا الذي يأتي فيه إن الشيطان يريد أن يفتن في ذلك وأن تضايطك في ذلك ويكون كاذبا فلا تصدقين ولا تذهبي إلى السحرة لعلاج هذا السحر أو لسؤالهم لذلك أمر لا يجيب ولكن عليك بالأذكار وكلاوة القرآن والعلاج المشروع إذا كان عندك شحر واقع في الحقيقة أما مجرد التوهيم مجرد التوهيم ومجرد الأحلام مجرد أخبار السحرة والكهنة هذا أمر لا يجيب الاعتماد عنه ولكن إذا كنت تخصين بالفعل أنك مصابة بالسحر فإنك تعالجينه بالأمر المشروع يكون بالذكر والاستعادة بالله من الشياطين وكلاوة القرآن والعلاج عند الموثوقين نهل العلم الذين يعالجون بالرقية انتفاب الله سلة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيذهب هذا الآن في إذن الله سلة رسولكم الله خيرا وأحسن عدوكم هل تدلونها على بعض الأدعيها أو الأوراة التي تعينها في الاستشفاء إن شاء الله تعالى ترفعها القرآن العمومة شدة ولكن إذا اختارت الآيات التي فيها إبطال السحر مثل معوذتان ومثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسجدين كذل قوله تعالى فأنتي السحرة تاجدين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أنتي السحرة تاجدين قالوا آمنني رب العالمين رب نيسى وهارون يعني تتسبع الآيات التي فيها لتر سحر ومتر إبطاله تاب الله عز وجل وفي ذلك الشفاء إن شاء الله وكما ذكرنا إذا كان أولاك من أهل العلم من هو نفوق في عقيدته وفي علمه ويرقي هذه المريضة فإن هذا أمر لا مات به أما الذهاب إلى المشعودين وإلى البذانين والكذبة وفحرك فهذا أمر لا يجبه جزيكم الله خضر